بأبشع صور الانتقام عاد الإماميون الجدد حاملين معهم كل أحقاد الآئمة ضد الزرانيق بشكل خاص والشعب اليمني بشكل عام مضافا لكل ذلك طائفية ملال إيران وحقدهم على العرب حقد وانتقام تجلى مؤخرا في الهجمة البشعة التي تشنها ميليشيا إيران حاليا على قرى منطقة القصر الساحلية بمديرية بيت الفقيه جنوبي محافظات الحديدة حملة الاقتحام والترهيب والإذلال شارك فيها أكثر من ثلاثين طقما محملة بالمسلحين ومصحوبة بثمان جرافات قامت بجرف أراض تابعة للمواطنين وجرت وسط إطلاق نار كثيف من أسلحة خفيفة ومتوسطة سقط نتيجتها ضحايا من المدنيين وفيما اختطفت ميليشيا الحوثي نحو سبعين من أبناء المنطقة يواصل مجرموها تنفيذ مخطط السيطرة على أراضي شاسعة يستفيد منها أكثر من خمسة آلاف مواطن الاستيلاء على أراضي المواطنين بقوات السلاح وتهجيرهم من بيوتهم واختطافهم وترويع نسائهم وأطفالهم وكما يتجلى بوجهه الأقبح في تهامة فإنه يكشف عن نفسه في أكثر من مكان ومحافظة ففي همدان صنعاء وفي اقتحام قرى بذمار في جميعها ألف دليل على الدونية التي ينظر بها السلاليون لباقية اليمنيين وعلى تعاملهم من منطلق أن جميع الأراضي ملك لآبائهم وأن جميع المواطنين مجرد خدم لهم ولأبنائهم استعلاء سلالي يكشف جزء من وجهه القبيح حاملاً معه التأكيد الفئلي أن ميليشيا إيران لم تكشف حتى الآن عن وجهها الأقبح وأنهما لم ينتفض في وجهها كل حر يرفض العبودية فإن القادمة سيكون أسوأ لا على اليمنيين بل على عموم المنطقة ترجمة نانسي قنقر